وَالْأَرْضَ بَعْتَ ذَلِكَ دَحَاذًا طبعاً المستحبات التي وردت عن أهل بيت العصمة والطهارة مستفيدة منها أن الإمام رضا سلام الله عليه كان يخرج في يوم الخامس والعشرين شهر ذي القعدة الحرام ويأمر أصحابه قال صوموا هذا اليوم إني أصبحت صائماً إذن ليلة الخامس والعشرين واليوم الخامس والعشرين في هذا الشهر من الليالي والأيام المباركة يعني فيها الخير الكثير يعني الخير المضاعف فضلاً عن أن هذا الشهر أو أي شهر حرام تتضاعف فيه الحسنات وتتضاعف فيه السيئات طبعاً فاللي ورد عن أهل البيت عليهم السلام أنها ليلة مباركة ليلة تتنزل فيها الرحمة تنزل فيها الرحمة وليلة أمرنا الله بالعبادة يعني إذا كان واحد مثلاً يصلي صلاة الليل وبعض المستحبات بعض النوافل في هذه الليلة وفي هذا اليوم يعني يوم ليلة خمسة وعشر مشار ذي القعدة الحرام ويوم خمسة وعشر مشار ذي القعدة الحرام شوي يزيد شيء يعني حتى يبين أن يضطي أهمية لهذه لهذه الليلة المباركة طبعاً هناك مستحبات هناك أربع أيام في السنة خصت بالصيام من ضمن هذه الأيام التي خصت بالصيام وفيها فوائد كثيرة جمه هو يوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام وهو يوم دحو الأرض دحو الأرض تحت الكعبة صيام ذلك اليوم كما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة أنه يعدل عبادة سبعين سنة يعني أعمارنا سليما قال سبعين سنة احنا أعمارنا الآن تتراوح من ستين إلى سبعين لذلك الذي ورد عن أهل بيت عليه السلام أنها تعادل يعني عبادة سبعين سنة وفي رواية أخرى كفار لسبعين سنة يعني واحد يحيى هذه الليلة في الذكر زين ويصوم اليوم يكفر عن سبعين سنة وإحنا عندنا خير دليل ليلة القدر ليلة القدر ليلة واحدة لكن أخفاها الله سبحانه وتعالى واجعلها في العشر الأواخر من شهر رمضان حتى الإنسان ينشد إلى بارئه إلى مصوره بهذه الليلة حتى يحظى بالبركة والثواب العظيم كذلك ليلة الخامس والعشرين ويوم الخامس والعشرين هو يوم مبارك وهناك أيضاً روايات فيها نشرت فيه الرحمة كما بسطت الأرض نشرت الرحمة يعني كما أن الأرض بسطت ودحيت نشرت الرحمة ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه آدم هذه الليلة هبط فيها آدم وولد إبراهيم سلام الله عليه ولد عيسى روح الله إذن هي ليلة ليلة مباركة وأي جماعة كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه إن أول رحمة نزلت من السماء إلى الأرض في خمس وعشرين من شهر ذي القدر وهذه الليلة وأي جماعة ذكر الله سبحانه وتعالى لم يتفرقوا حتى يعطوا سؤلهم في هذه الليلة يعني الله سبحانه وتعالى كفيل أن يعني يقبل هذه الأعمال يستجيب الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وكذلك الغسل من الأمور المهمة الغسل يعني غسل يوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام طبعا فيها صلاة مستحبة صلاة ركعتان عند الضحى الركعتان عند الضحى الركعة الأولى الحمد والشمس خمس مرات والركعة الثانية الحمد نفسه الحمد والشمس أيضا خمس مرات هناك أيضا روايات وردت عن أهل بيت العصمة والطهارة أعرض عليها إن شاء الله منها أن الشيخ محمد جواد مغني يقول دحاها الأرض دحاها أي بسطها ومدها بحيث تصبح صالحة للسكن السكن وللعبادة أيضا للسكن والسير ومعنى دحا أي جعلها كالدحية كالدحية أي البيضة وهو ما يوافق أحدث الآراء الفلكية على أو عن شكل الأرض ولفظ الدحاة تعني أيضا البسط وهي اللفظة العربية الوحيدة التي تشتمل على البسط والتكوير في ذات الوقت البسط والتكوير في ذات الوقت فتكون أولى الألفاظ على الأرض المبسوطة في الظاهر المكورة في الحقيقة الأرض في الحقيقة أنها مكورة وهذا منتهى الأحكام والخفاء في اختيار اللافظ وهناك ورد عن مولانا أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه يقول إن الله عز وجل دحى الأرض من تحت الكعب إلى منا ثم دحاها من منا إلى عرفات طبعا أيضا يختص بقضية العبادة أن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله عز وجل دحى الأرض من تحت الكعب إلى منا ثم دحاها من منا إلى عرفات ثم دحاها من عرفات إلى منا فالأرض من عرفات وعرفات من منا ومنا من الكعبة والأرض بعد ذلك دحاها بعد عندنا بعض المستحبات طبعا الأدعية هناك أدعية مخصوصة يعني أكدت عليه الروايات المستفيدة من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أن الذكر مر الإنسان يعبد الله لكن مر بعيد عن العبادة مثلا القرآن الكريم يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضلكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى في ذلك اليوم اللي عبر عننا القرآن الكريم في الآية ولا من سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد إذن مر الإنسان لقلقت لسان يدعو الله سبحانه وتعالى لا ينعكس على جوارحه وعلى جوانحه مجرد يعني لقلقت لسان وهذا مشكل طبعاً الإنسان لا بد أن يتفاعل بجوارحه بجوانحه عندما يدعو الله سبحانه وتعالى لما نقول الحمد لله الحمد لله فقط لقلقت لسان لو فلسفة الحمد لله أني كنت عدماً والآن الآن وجود الحمد لله عندما أقول لفظة الحمد لله أنا كنت عدماً والآن وجوداً الحمد لله أني مسلم غير كافر الحمد لله أني تابع ولاية الحق ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه زيان الحمد لله على السمع على النطق على كل خير الحمد لله فلا بد للإنسان عندما يعد الله سبحانه وتعالى أن تنعكس على جوارحه وجوانحه والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة